لكن ماذا عن إيران؟ هل سيكون أيضا الحديث من قبلها فقط في حال تعرضت إيران لأي ضربات فسيكون ردها مميت كما تحدث الرئيس الإيراني أنه لن يسمح لأي دولة أن تستأسد على إيران؟ نعم ومن خلال متابعة للتصريحات الإيرانية وتحديدا ما قال أحد التصريحات لزعيم الحرس الثوري الإيراني السلامي محمد سلامي على ما أذكر الذي قال بأنه في حال تعرض إيران لأي ضربة فستغرق المنطقة بالصواريخ وعدة تصريحات على هذا النمط لكن بنفس التوقيت أنا أعتقد بأن ميليشيا إيران هنا أتحدث فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني بشكل خاص لن تنخرط في الدفاع عن تلك الميليشيات وإن كانت هي تستخدمها في مرحلة كموطئ قدم أو كمصادات عسكرية وأمنية متقدمة تجاه المنطقة لكن عمليا في أي لحظة قد تتخلى عنهم خاصة عندما نتحدث في انتقال مستوى الضربات العسكرية الأمريكية من مرحلة استهداف أشخاص إلى استهداف مجموعة من المقرات وباستخدام طائرات مقاتلة وهنا أحدد تلك الطائرات يعني هذه الطائرات التي تنطلق عبر البوارج الأمريكية من طراز F-18A الموجودة في مياه البحر الأحمر وكذلك أيضا في مياه الخليج العربي ووصولا إلى بحر العرب موجودة الكثير من الطائرات إضافة طائرات الاستطلاع المذخرة أيضا تستطيع تنفيذ عمليات جوية كبيرة في المنطقة أضف إلى ذلك الأسراب الجوية التي قدمت إلى المنطقة حتى ما قبل التصايد الحوثي وما قبل التصايد في غزة هناك قرابة 8 أسراب وصلت إلى المنطقة ما بين طائرات F-16 وF-22 إضافة إلى F-35 وكذلك أيضا قاذف اعتراضي من طراز A-10 والمخصصة للتدمير بعض الأنفاق هذا ما يعمل عليه اليوم بالنسبة للولايات المتحدة كستراتيجية لإحتواء إيران لكن إيران لم تفهم كل تلك الرسائل الردع بل على العكس هي تجاوز كل الخطوط الحمراء التي رسمت لها وبدأت تنافس الولايات المتحدة وانتقلت من مرحلة التموضع والتخادم إلى مرحلة التصادم وعمليا عندما يحصل هناك تصادم هناك من تسأل سيد مصطفى ألا تعتقد بأن إيران نجحت ربما بذكاء في المناورة بطريقة حتى هذه اللحظة لم تجعلها تتصادم مع الولايات المتحدة وهي تمضي في هذا الطريق حتى الآن ربما هذا الحديث صحيح قبل استهداف باكستان لكن عندما استهدفت باكستان بصواريخ فاتح 110 واستهدفت شمال العراق لمرتين بسلسلتين ضربات جوية على مدار عام كامل هنا أتحدث عن صواريخ فاتح 110 هنا انتقلت إيران من مرحلة استخدام الأراضي العربية باستهداف الأراضي العربية إلى استخدام الأراضي الإيرانية باتجاه الأراضي العربية وهذا يعتبر خط أحمر بالنسبة لجانب الولايات المتحدة فكانت تستخدم صواريخ الكاتيوشا التي تقوم بتصنيع محليا وهذا يعتبر ضمن النطاق قواعد الاشتباك السابقة لكن اليوم نتحدث عن تغيير لكل تلك قواعد الاشتباك فعملية كل ما يجري في المنطقة من خلال سياسة إيران هي سياسة أيضا ما بعد حافة الهاوية الآن نحن نتحدث عن وصولهم إلى حافة الهاوية وربما في أي لحظة قد ينهاروا باتجاه الهاوية وخاصة نتحدث عن مجموعة من المحاور التي يناورون فيها كانوا يناورون عبر ذراعهم الحوثي وعبر ذراعهم حزب الله وعبر ذراعهم الحشد الشعبي أو عبر ذراعهم الآخر وهو المكونات السورية التي هي خارج وزارة الدفاع بينما اليوم هم يناورون عبر جنودهم بشكل مباشر نتحدث عن عشرات من الخبراء الموجودون على الأراضي السورية وكذلك أيضا برامج مشتركة هناك الكثير من البرامج في البحوث العلمية ومنها على سبيل المثال برامج الملف الكيميائي كذلك أيضا برنامج الصاروخي أضف إلى ذلك برنامج المسيرات هناك معلومات أو رشحت الكثير من المعلومات حول موضوع عملية تصنيع أو تجميع الطائرات المسيرة في داخل سوريا نظرا لتعثر نقلها من إيران إلى العراق ومنها إلى سوريا فعمليا عندما نتحدث عن تصنيع تلك المسيرات هناك خطورة كبيرة فيما لو وصلت ذات المسيرات باتجاه الجانب اللبناني واستخدامه باتجاه أيضا الجنوب في معاركه مع الجانب الإسرائيلي نعم